هذا وتواصل مركز التطعيم في المملكة استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث تجاوز مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء أمس الجمعة مليون وثلاثين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من مليون وخمسة وسبعين ألف شخص وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم نحو مائتين وخمسة وثلاثين ألف شخص فيما بلغت نسبة تطعيم الفئة العمرية من أربعين عاما فما فوق أكثر من ستة وسبعين بالمئة